موسيقى طيب الله وقاتكم مشاهدين بكل خير و اهلا و مرحبا بكم و نحن نلتقيكم في حلقة جديدة من برنامجكم على طاولة الحوار حلقة جديدة و ضيف جديد مع اليوم في الستوديو الأستاذ عبدالقادر أحمد حسن مدير بلديات نينة و أهلا وسهلا بك أهلا وسهلا بك شكرا لك أستاذ غزوان و لكادر الموصلية على هذا الاستضاع في البداية نشكرك على حضورك إلى الستوديو و نتمنى أن تتكرر هذه اللقاءات في المستقبل إن شاء الله نبدأ من البداية تكلمنا في لقاءات سابقة مع جنابكم بما يخص جهودكم المبذولة في إعادة الحياة إلى مناطق سهل نينوة و الأعمال التي قمتم بها في هذه المناطق رغم عدم عودة الأهالي لحد الآن اليوم نتكلم منذ تحرير الساحل الأيسر و لحد الآن كيف عملت كوادركم داخل هذا الساحل و هل شملت خطتكم جميع الأحياء بسم الله الرحمن الرحيم ابتداء أن نبارك لأهل الموصل الانتصارات التي تعققها قوات الأمنية بالجامب الأيمن من المدينة و في نفس الوقت نعزي أنفسنا و أهالي المدنيين من الضحايا الذين لقوا حدفهم من المدنيين جراء العمليات الحربية بسبب قيام أصابات داعش بإستخدامهم كدروع بشرية و كذلك تفجير السيارات المفخة ضمن المجمعات السكنية بالأمس و ضمن حملة الجامب الأيمن قبل أن نتحدث عن الجامب الأيسر قمنا بانتشال 21 جثة من تحت الأنقاض كان هناك فريق من بغداد قادم من الدفاع المديني العامة و الدفاع المديني العنوى و كذلك قمنا بإرسال كادر من العاليات التخصية كان هناك منظر محزن جدا أكثر من 21 عائلة فقط ست عفراد و والدتهم كانت تنتظر معنا كيف نرفع تلك الأشلاء الموزقة من هؤلاء الضحايا بصراحة كان منظر مؤلم جدا و كذلك هناك بعض الضحايا في حي العامل لن نستطيع الوصول عليهم في الوقت الحاضر من المؤمل أن سيكون يوم السبت المباشرة بانتشال تلك الجثث من تحت الأنقاض بصراحة الجانب العيسر من المدينة هناك كانت خلية أزمة تشكلت في الأمان العامل للمجلس وزراء هذه الخلية شملت تسع وزارات منها قطاعية و منها خدمية كان لوزارتنا جهود متميزة في هذا المجال نحن بكافة قطاعات الوزارة التي شملت البلديات مديرات بلديات نينوى بلدية الموصل مديرات الماء نينوى و المجالي عملنا كخلية واحدة ابتداء من منطقة جوجلي إلى أن تم تأهيل الجانب العيسر و كم حي العيسر؟ 83 حي 83 حي 83 كانت لنا حسب الخطة لخلية الأزمة أن يكون العمل الأول هو تأهيل الشوارع و رفع الانقاذ و المخلفات بصراحة كانت لنا هناك جهود لمسه المواطن منذ اليوم الأول شاركت كوادر بلديتنا مع بلديت الموصل و الجهد المرسل إلى الوزارة من الوزارة إلينا ابتدائنا من منطقة جوجلي و وصولنا إلى الحياة المحررة إلا أن تم تأهيل معظم أكثر من نسبة 90% من الشوارع الرئيسية و كذلك الشوارع الفرعية ولا زال العمل لدينا فريق لا زال فريق يعمل مستمر متواصل إلى أن يتم إنجاز البرحلة الأولى من قطة خلية الأزمة كل هذا جاء بتضافر جهود الوزارة و كذلك بتوجيهات من الحكومة المحلية في محافظة نينو بصراحة لا ننسى جهود كذلك كمديرية مديرية مع نينو كان لها جهود كبيرة في هذا المجال هل لكم تنسيق مع مديرية مع نينو نحن نعمل مع مديرية نينو كخلية واحدة كوننا نحن عايدين لوزارة واحدة و متابعين لأعمال حيث معظم الأعمال التي تحتاج صيانة تحتاج تنسيق بين مديرية البلديات و البلدية و الماء و كذلك المجاري و المديرية مع نينو لحد الآن قامت بإصلاح أكثر من مئتين كسر و كذلك مديرية المجاري أصلاحت بعض التخصفات متابعين لأعمال الماء لأنها تخص حياة المواطنة اليومية الحمد لله حالياً معظم الشوارع مفتوحة و هناك حركة وانسيابية في حركة المرور هناك بعض الأنقاض و النفايات المتراكمة بسبب نقص الآليات على سبيل المثال كانت بلديات الموصل قبل احتلال عصابات داعش تملك أكثر من 168 كابسة حالياً فقط 7 كابسات تعمل فلا يوجد نسبة وتناسب في هذه العداد ولكن مع هذا يستمر العمل و هناك تنسيق عالي جداً بين مديريتنا و بلديات الموصل أحياناً نلجأ لتعجير بعض الآليات لإكمال العمل قبل دخول عصابات داعش تعرف القوات الأمنية التي كانت متواجدة في وقتها والأحزاب الكثير من الأحزاب كلها كانت تسد الشوارع بالصبات الكونكريتية هل ساهمتوا في رفع الكثير من الصبات داخل الساحل الأيسر لتسهيل عملية فتح الشوارع و المرور بالنسبة للسيارات؟ بالنسبة للصبات الكونكريتية كذلك عصابات داعش الإرهابي أضافت من هذه الصبات و جعلت منها حواجز كثيرة سواء في الشارع العامة أو المقتربات نستطيع القول أن معظم هذه الصبات الكثير من الكونكريتية تم إزالتها من الشوارع العامة وبالأمس صدر أمر من قاعد عمليات قادمون بإزالة كافة السيطرات عدد السيطرات الرئيسية و قد باشرت بلدية الموصل برفع معظم الصبات لتسهيل حركة السير داخل المدينة يعني أين ذهبتم بهذه الأعداد الهائلة من الصبات؟ بصراحة معظمها تم تجميعا في ساحات خاصة بالبلدية و المعظم منها مرمي على أكتاف الطرقات إلى أن نحتاج إلى آليات خاصية لتحميلها ورفعها إلى مناطق أخرى أنا ذكرت كان معي هنا من هذا المنبر قائم مقام الموصل أيضا أثيرت نفس داخل حوارنا نفس المشكلة أو نفس المسألة مسألة الصبات أنا اختراح أن هذه الصبات تستفادون منها بتبطين نهر دجلة يعني الكثير من المناطق على ضفتين نهر دجلة هي طين أو أتربة هذه الصبات لو توضع فقط الواحدة بجانب الأخرى وكأنها ستصبح ومع التثبيت ستصبح وكأنه تبطين لصفحتين النهر يضيف جمالية وتتخلص من هذه الصبات إلى الأبد يضيف جمالية أيضا ونظافة أيضا للنهر قال لي في وقتها نحتاج إلى تنسيق مع وزارة الموارد المائية قلت له وماذا في ذلك؟ ولو نسقته مع مديرية الموارد المائية ألا تعتقد أنها فكرة صائبة؟ بصراحة منظر الكتلة الهكومترية منظر مقزز ويشعر المواطن الموصلي بنظرة أخرى إلى تلك فهي تشعره بوجود دائما هناك ضغط نفسي على المواطن ولكن نحن لازمنا في المرحلة الأولى من الاستقرار صحيح قد نحتاج هذه الصبات في لا توجد لدينا سجون حاليا لا توجد مع عسكرات لا يوجد لدينا تنسيق مع وزارة الموارد المائية من أجل هذا العمل لا زالت أكتاب نهرية دجلة لا زالت محتلة أو في مرمى قصر داعش أيضا أنا أقصد في المستقبل قريب إن شاء الله في المستقبل نحن قد تكون فكرة جيدة ولكن نحن الآن نمر في أزمة حافية في حرب حرب نحن الآن إلى دعم عملية الاستقرار نحن نحتاج إلى طمينية المواطن من أجل العودة إلى منطقته نحتاج إلى خدمات أولية كل هذا نعمل به حتى وحاليا الساحل الأيسر نشعر به أنه أصبحت نوعا ما نشوى لدى المواطن في العيش في الساحل الأيسر أصبحت هناك معظم المحلات مفتوحة هناك حركة كبيرة في السيارات محطات تعبية فتحت نتأمل خيرا في المستقبل قريب إن شاء الله أستاذ عبد القادر ما هي أبرز المعوقات التي جابها تكون في عملكم داخل الساحل الأيسر؟ بصراحة المعوق الأساسي معظم التفجيرات أو الصواريخ التي استهدفتها وقوات التحالي في عصابات داعش كانت في التقاطعات الرئيسية فمعظم التقاطعات تحتوي على أنبوب الماء وشبك تصريف المجاري وخطة الكهرباء فالجهد البلدي لا يستطيع ردم تلك الحفر وتصليح وتصليح حتى تقوم مديرية الماء بإصلاح شبكة الماء وكذلك المجاري بإصلاح التخصفات هذه كانت من المشاكل الرئيسية في عملية كذلك هناك معوقات نحن نعمل بالإمكانيات المتاحة بصراحة الكل يعرف أن البلد يمر في عزمة مالية كبيرة ولكن نعمل بإمكانياتنا الذاتية وكذلك نتعكز على الوزارة ببعض الإمكانيات والحكومة المحلية في محافظة نينوح كيف كان تعاون الأهالي في السحل الأيسر مع عملكم؟ يعني هل كان هناك تعاون أم لا؟ هناك تعاون كبير بين الأهالي والجهات القطاعية سواء الدوار الخدمية وهناك دليل على ذلك حيث هناك على عديد من التجاوزات قامت مديرية بريدي الموصل برفع التجاوزات المواطن شعر بالارتياح من رفع هذه التجاوزات كونها تجاوزات على المال العام وتشوه منظر المدينة كذلك هناك نوع آخر من التعاون هناك منظمات قروبات شبابية مثل نهضة جي وقروب فزعة كلها شاركت مع كوادر البلدية والبلديات عمليات التنظيف وبشكل منظم وبمنسق جميل فهذا يدل على شيء أن المواطن الموصلي رغم كل هذا الظروف أنه مواطن متحضر يمكن أن يرجع إلى حياة المدنية جميل نذهب إلى فاصل أستاذ عبدالقادر ونعود مشاهدين ينتظرونا بعد الفاصل عدنا وإياكم مشاهدين بعد الفاصل لنكمل حلقة اليوم من برنامجكم على طاولة الحوار وكما أسلفنا معي اليوم الأستاذ عبدالقادر أحمد حسن مدير بلديات نينوى أهلا وسهلا بك قبل الفاصل كنا نتكلم عن أبرز المعوقات التي جابها تكون في عملكم داخل الساحل الأيسر الآن هل برأيك دعم الوزارة يتناسب حجم الأضرار الناجمة عن عصابة داعش والتي تتعاملون معها داخل أحياء الموصل داخل الساحل الأيسر كما أسلفت هناك أزمة اقتصادية يمر بها البلد والإمكانيات المتاحة لدى الوزارة المادية أقصد ليست بالإمكانيات القوية ولكن نتعمل خيرا في الحمد لله تم إنشاء صندوق إعمار المناطق المحررة والمتضررة هذا الصندوق يشمل فقط المناطق التي تعرضت إلى عمليات إرهابية من قبل عصابة داعش وتم تخصيص مبالغ جيدة لمختلف قطاعات ودوائر البلديات سواء البلدية والبلديات الطرق الجسور الصحة التربية كلها الكهرباء كل هذه القطاعات مشمولة بصندوق الإعمار سيتم إنشاء فرع لهذا الصندوق في محافظة نينوى مركة المدينة الموصل وكذلك سيتم إنشاء غرفة أو دائرة المهندس المقيم لهذا الصندوق تم عمل كشوفات المختلف في القطاعات وتم مصادقتها من قبل المحافظة ورسلت تلك الكشوفات إلى صندوق الإعمار نتعمل خيرا خلال شهر نيسان أو أيار سيتم المباشرة ببعض الأعمال وأولى الأعمال تم حالة تسع مراكز صحية في الساحة الأيسر وهي داعش مدرسة في جنوب الموصل للعمل كذلك لأننا نصيب في هذا المبالغ سواء في سهنينوى أو شمال أو داخل مدينة الموصل نتأمل خيرا من أن نكون له الصندوق فتحافظ جيد من أجل إعادة البنى التحتية المدمرة في محافظة تنينوى كذلك هناك مبالغ أخرى ستجينا سواء عن طريق القرط الصيني أو المنحة الألمانية كذلك هناك منحة مقدمة من الرئيس الفرنسي إلى منطقة سهنينوى لا أعلم تفاصيلها ولكن بالنسبة للمنحة الألمانية سيتكون عن طريق آليات فقط لمديرية بلديات نينوى أو بلديات الموصل من المؤمل أن تصل الوجبة الأولى خلال الست سابيع القادمة عن طريق منفذ أبراهيل من خليل سيكون تجمعها في ناحة بحشيقة ومن ثم توزيعها على المؤسسة البلدية المتضررة وكذلك مدينة الموصل إضافة لذلك هناك منظمات بعض المنظمات الدولية وكذلك اليون دي بي ولكن صدرت توجيهات من مجلس محافظة نينوى ومحافظة نينوى بل يكون التنسيق مع المنظمات عن طريق المحافظة حصرا تم أعداد كشفات وإرسالها إلى المحافظة من أجل قيام المنظمات خاصة اليون دي بي بالعمل ضمن المناطق المحافظة بعض المنظمات التي أعطت الكثير من المساعدات وبمبالغ هائلة بدأت الآن تتراجع شيئا فشيئا بسبب أن هذه الأموال المخصصة سواء للنازحين أو غيرها لا تجد هذه المنظمة بعدها يعطاها هذه الأموال شيئا منموسا على الأرض بسبب حلقات الفساد المستمرة يعني أبسط شيء مرض الكوليرا المتفشي في حسن شامي في مخيم حسن شامي ومخيم الخازر يعني التقارير دولية يوم أمس وأول أمس يؤكدون أن مرض الكوليرا متفشي بسبب تلوث المياه من الطبيعي هذه المنظمات تسأل نفسها أين ذهبت تلك الأموال بصراحة أقولها هناك علامات استفهام على بعض المنظمات أو عمل بعض المنظمات وهذه علامات استفهام مشخصة من الحكومة المحلية والمركزية بعض المنظمات تأتي مباشرة وتحيل المشروع مباشرة من قبلها دون علم المراجع أو المديريات وهذا يسبب بعض الإرباك لدى الدوار نتأمل أن يكون هناك مثل ما توضع الموازنة الاستثمارية أو الخطة خطة الموازنة نتأمل أن هناك يكون خطة مركزية لدى المحافظة بحيث يتم التنسيق مع المنظمة عن طريق المحافظة حصرا بإشراك الدوار المعنية حتى لا تكون هناك فوضى في إدارة تلك الأعمال خاصة وأن هذه الأعمال قد تكون مبالغ كبيرة ولا نعلم أين تذهب بعد تحرير أحياء من الساحل الأيمن وأحياء كثيرة بما يقارب 50 أو 60% من أحياء الساحل الأيمن هل تعملون وفق الخطة الموضوعة وهل سير المعارك يؤثر على عملكم أنا كما أسلفت نحن نعمل يد بيد مع مديرية بلدية الموصل نسينا العناوين نحن حاليا أهلنا يستنجدون بنا ونحن سنكون إن شاء الله عدنا حسنا الظن الحمد لله باشرنا مع مديرية بلدية الموصل بجهد كبير جدا أسوة بالساحل الأيسر وابتدأنا من دورة المكعبات وحي الصمود وحي المأمون سيستمر العمل إلى حين تأهيل جامع الأيمن بالكامل ولكن لا زال الجامع الأيمن فيها عمليات عسكرية هناك بعض القناصين يستهدفون العاملين كذلك هناك طائرات مسيرة ولكن مع هذا تم التنسيق مع القيادة الأمنية وبتعاون مع أستاذ عبستار حب مدير بلدية استطاعنا الوصول وحاليا لدينا جهد يعمل منذ أمس في الجانب الأيمن من مدينة الموصل وكذلك أحب أن أضيف بالنسبة لمخيم حمام العليل في أن أعمال التنظيفات تقع على عتق مديرتنا فهناك جهد مخصص من قبل كادر من بلدية حمام العليل يقوم بأعمال التنظيفات اليومية وكذلك مخيم النازحين جدعى في ناحية قيارة نعم هل هناك تمويل من الحكومة المحلية لمديرية بلدية تنينوى أم تعتمدون على تمويل الوزارة فقط بصراحة ضمن موازنة 2017 لم يصلنا أي مبلغ سواء من المركز أو من الحكومة المحلية بسبب عدم وجود تخصيصات ولكن نتأمل خيرا هناك مبالغ مرصودة سواء ضمن الموازنة الاستثمارية أو الموازنة التشغيلة للوزارة وكذلك نتأمل خيرا من صندوق العمار أن يكون له دور فاعل في عادة البنى التحتية المدمرة سواء للمؤسسات البلدية أو لمدينة الموازنة في الفترة السابقة كيف كانت على ماذا كنتم تتعكزون في أعمالكم نحن لازمنا لدينا جهد كبير من الوزارة والحمد لله اليوم أمرت الدكتورة نفع أوسي وزيرة الإعمارة وإسكانهم البلديات بإرسال جهد إضافي للجانب الأيمن هذا الجهد يتعلف من 34 كابسة نفايات زايدا 17 شفل زايدا 7 قليدرات اليوم قبل قليل وصلت أولى العاليات عملنا على إنشاء ساحة لاستقرار تلك العاليات في ناحية القيارة ثم تأهلها وإرسالها إلى الجانب الأيمن من الدينة الموصل جميل هذا السؤال قادني إلى سؤال آخر هذه الإجابة كان هناك عدد محدود جدا من الآليات التي وصلت من الوزارة إلى مديرية بلديات نينو ووزعتها على أحياء الموصل وعلى نواحيها وأقضيتها هل وصلتكم آليات أخرى للتعزيز أم أنكم ستظلون تعتمدون على تأجير الآليات من القطع الخاص لدينا جهد ثابت منذ ثلاثة أشهر يعمل معنا هذا الجهد مرسل من وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة تم تجميعه من مختلف محافظات الإراق الجنوبية والوسط وكذلك حتى كركوك وديالة هذا الجهد أتى بسواقه وعامليه وفنيه وإشراف ومتابعة من قبل سيدة الوزيرة نعمل مع هذا الجهد كذلك حصلنا على بعض الآليات عن طريق منظمة اليون دي بي تم توزيع الموصلات البلدية وبلدية الموصل تم الحصول على تسعة وثلاثين آلية من الحكومة الاتحادية من وزارة الإعمار والإسكان كذلك تم توزيعها مع هذه الآليات والآليات وأحيانا يتم تأجير بعض الآليات وحسب الحاجة لدينا الآن آليات تعمل بالإيجار في قضاء تركيب لتنزيع الماء الصالح للشرب وكذلك في ناحية بحشيقة وكذلك في ناحية القوير نحن لا نستطيع أن نقف مكتوفي الأيدي هذه مرحلة صعبة يتطلب علينا توفير الخدمات الأساسية للمواطن نذهب إلى فاصل ونعود مشاهدينا نعود بعد الفاصل عدنا وإياكم مشاهدينا بعد الفاصل لنكمل ما تبقى من حلقة اليوم من برنامجكم على طاولات الحوار قبل الفاصل كنا نتكلم عن عدد الآليات التي وصلتكم وجهود الوزارة المعززة لعملكم داخل الساحل الأيمن الآن هل لكم تنسيق مع منظمات دولية وجهات من خارج البلد لتخفيف الضغط على عملكم في ظل هذه الظروف الرهينة؟ أما أنكم تعتمدون على جهد الوزارة فقط بصراحة نأمل من الحكومة المحلية أن تستغل فرصة وجود المنظمات الدولية سواء اليون دي بي أو اليون سي فغيرها من المنظمات هذه فرصة لعمار المناطق المتضررة المحررة بصراحة هناك عدة اتصالات عن طريق المركز المحافظة عن طريق معاونية العمار لدينا تنسيق مع منظمات دولية كثيرة تم عدد كشوفات بختلف القطاعات لا أتكلم فقط عن ملديات هناك في الماء المجالي الصحة الكهرباء هذه الكشوفات سيتم توحيدها وتم وضع آلية جديدة بالتشاور بين مجلس المحافظة والمحافظة أن يكون هناك لجنة مختصة توضع أولوية للأعمال وكذلك أن لا يكون الشركات المنفذة مفروضة على القطاع المعين أن يفتح باب تقديم العطاعات أن يكونوا معروفا نتأمل من هذه الخطوة أن تكون لها دور إيجابي أن يكون عملاً منظمة مثمر وواضح للعيان حتى لا تذهب الأممال سدن نعم جميل برأيك هل ستساهم الوزارة ومديرية بلديات نينوى في إعادة تأهي المناطق سهل نينوى المحروقة بشكل أو بآخر لضمان عودة الأهالي واستمرار الحياة لدينا أحصائية على سبيل المثال في قضاء الحمدانية خمسة ألاف وحدة سكنية نعم عدد الدور المهدمة بالشكل الآن كامل أول محروقة ألف وثلاثمئة وخمسين في قصبة كرامليس المحروقة والمهدمة نعم ثمانمائة وحدة سكنية ثلاثمئة وخمسة سبعين محروقة ومهدمة تقريباً في كرامليس نعم خمسين بالمئة وكذلك هناك نسب أخرى في برطلة في برطلة وبحشيقة نعم وحتى الساحل الأيسر من مدينة موصل خمسة بالمئة مهدمة بشكل كامل عندما نطالب المواطن بالعودة إلى منزل لا بد من أخذ التدابير وبناء داره المهدمة حيث المواطن عندما نزحه تركه كل شيء نعم لا يملك لا الدار ولا الأموال ولا فعندما نطالب المواطنين وخاصة سهلهم بالعودة لا بد أن نوفر لهم سبل العودة في ترميم دورهم بصراحة ضمن صندوق الإعمار ناقشنا هذا الموضوع مع صندوق الإعمار أبلغنا بأن هناك خطة للصندوق من أجل إعادة الإعمار فيما يخص الإسكان إسكان دور المواطنين نعم كذلك لوزارتنا خطوة حيث ما هي الخطة؟ هل هنا؟ هل تستطيع أن؟ نتأمل خيراً أن يكون لخطاء الإسكان نعم دور فيه خاصة في منطقة سهلينة وقضاء سنجال كونها المناطق منكوبة لا نستطيع أن نطالب أيضاً سهلينة وصوت عليه البرنامج بأنه منطقة منكوبة؟ لا نستطيع أن نطالب المواطنين بالعودة إلى دار وهو لا يملك داراً نتأمل سواء من الحكومة المحلية والحكومة الاتحادية وكذلك المجتمع الدولي أن يكون له رأي في بناء الدور المهدمة في منطقة سهلينة وقضاء سنجال حيث يسكن له الدعم الأول لعودة الاستقرار إلى محاوطنينا بشكل عام إن شاء الله وصلنا إلى الختام أستاذ عبد القادر كلمة أخيرة تقولها لأهل إلينا أقول أن هنا نحن نعهدكم أن نبقى نفذل كل ما لدينا أن نعمل بالممكن ونطمح أن يكون عملنا في المستقبل أفضل سنقدم كل ما لدينا سنسعى إلى إيجاد آليات أخرى في العمل تقليص الروتين من أجل تقديم أفضل الخدمات لمواطني أهل المحافظة نينو أستاذ عبد القادر أحمد حسن مدير بلديات نينو نشكرك جزيلا شكر على هذا اللقاء ونتمنى أن نلتقيك في حلقات قادمة إن شاء الله شكرا نزيل شكرا شكرا مشاهدين الكرام إلى هنا نأتي إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم ملتقانا وإياكم في حلقات قادمة وضيوف جديدة إلى اللقاء ملتقانا وإياكم في حلقات قادمة إن شاء الله